ومازلنا مع حضراتكم وبالناقش قضية مهمة مؤثرة على بيوت المصريين مبارح والنهاردة وبكرة بوع بوع السنوية العامة بيشرفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية جامعة حلوان سابقا دكتور حضرتك منوارنا نورك فنوم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بوع بوع السنوية العامة مشكلة أهالي مشكلة طلاب مشكلة ناس شعب إيه المشكلة ولا ما فيش مشكلة أصل لأ بوع بوع السنوية العامة مشكلة أولياء أمور ومجتمع وثقافات مترقبة بتسمي كليات قمة وكليات غير قمة دي مسمى خطأ المفروض المسمى ده يتغير أو ما يبقاش موجود أصلا لأن السنوية العامة امتحان زي امتحان أهلا بشي مشكلة ما هو النهاردة لما أجي ناس أقولك أصل المتحان للسنوية العامة ده بيحدد المستوى اللي بيخليني أخش الجامعة طب ما هو الامتحان غير السنوية العامة بيحدد إذا كنت حنتقل للسنة التالية ولا مش حنتقل طب النجاح أو المجميع الكبيرة في السنوية العامة معيار النجاح والتفوق في الجامعة وما بعد الجامعة ولا ممكن يبقى حد جاي ابن امر عظيمة أو في السنوية العامة وده ملوش علاقة باللي بعد كده المجميع العالية أنا من وجهة نظري مش ظاهرة صحية مش ظاهرة صحية لأن الكمال لله سبحانه وتعالى النهاردة فيه امتحان الامتحان مش بيقيس الحفظ مش بيقيس أن أنا بخش باللغة العامية أن أنا أكب اللي أنا درسته لا أنا عايز يكون فيه فهل عايز يكون فيه حل مشكلات فالظاهرة اللي حصلت بتاعة تدني مع جميع السنوية العامة من وجهة نظري ظاهرة صحية آه يعني حضرتك لما كان لغاية فترة قريبة 101 و 102 آه لا و 110 بالمجموع الرفيق ومش عارفة 100 وإيه وعياته يقولك جبت 105 وما دخلت شكوليت الطب عن حياتك التبقى بقى مندهشة ده كان معيار صحيح لقياس أي حاجة هو حريك لما تيجي تبصي على الامتحانات اللي كانت بتجيب 110 و 108 حريك إيسي ده بعد فترة شوفي الكم المعلومات اللي بقي عندهم قد إيه حتلاقيه متدني جدا يبقى المعلومات اللي استقبلوها استقبلوها لحظيا وبعد كده المجموع أنا رغم أني محضرة أسئلة كتيرة بس في سؤال برضو عايزة أسئله استكمالا لموضوع المجميع في تحقيقات صحفية كتير كنا بنقراها يقولوا أين الأوائل والمتفوقين بعد السنوية العامة ويعملوا دراسات في الجامعة وغيرها يقولك على فكرة ممكن فيه منهم ما نكحوش أو نكحو بتقديرات متدنية وإنه مش معنى هذا المجموع الضغم في السنوية العامة إن ده بلد بقى عبقرين وشاطر ومش حقيقي كلام ده صحيح السؤال حدث جميل جدا لأن ممكن ناخد له كذا شق الشق الأولاني كم واحد استمر في الكلية اللي دخلها وقد يكون ضيع فرصة على زميل آخر ومسلا بعد أولى أو سنتين فشل وما كملش الكلية من الأوائل من الأوائل الشق اللي بعد كده لو عملنا برضو إحصائية وكمل الكلية كم واحد من النسبة اللي دخلوا كلية القمة زي ما كانوا بيقولوا اشتغل بالعمل دكتور كنت زمان وأنا صغيرة آآ يمكن قبل السنوية العامة حد ما زلتش أباب لس لا يا دكتور ده أنا ده نواخ ده سنوية عامة سنة ستة وسبعين أيام ما فحتوا قناة السويس الأولى مئة أنا بعد حريك بسانة بعد هنا كنت دايما ناس على روحي سؤال الله كلية كذا دي داخلها كل المتفوقين اللي جايبين تسعين في المئة ولا خمسة وتسعين في المئة أيامينا يعني مفترض بقى إذا أنا عملت قياس شكلي بسيط يبقى كلية دي الألف واحد اللي فيها دول حيموتوا بعض منفسة في التفوق يعني كلهم هيجيبوا امتياز وفوق الامتياز يعني كلهم متفوقين الواقع ما بيقولش كده الواقع بيقول فيه منهم بيسقطوا ومنهم بيعيدوا السنة ومنهم بيسيبوا بكلية على أيام حضرتك وأيامي ما كانش حتى بيسموها كلية القمة كان الأول ما تنتيجة تطلع بتالسانوة العامة بيقولش عليك بتكامل ها دخلت الطب ولا هندسة أيوة الله هو اللي مش هيخش طب أو هندسة إذا مش هيبقى كويس ده رأي مجتمعي حاشر الطلبة في توقعات بالزبط حاشر الطلبة في توقعات بالزبط طيب إذا أنا وحضرتك أو أنا أخد من بقى حضرتك من كلامك إنه المجميع الكبيرة في السنوية العامة ليست بالضرورة معيار تفوق ولا تميز عادي ممكن حد مثلا طريقة مذاكرته أو حفظه أو كذا يخليه يجيب النمر دي لكن مش ده معناه لا مش تفوق والعكس بالعكس ممكن حد يجيب من وجهة نظر المجتمع الصارم مجموع من وجهة نظره مش كبير يدخله كليا من اللي هي ما كلياتش القمة ثم يشق مستقبله بتفوق شديد لأنه هو مناسب للدراسة دي هو لو كملنا الكلام بتحريك بشكل علمي حنقول المعلومات بتختزن في ذاكرة المدى القصير أو ذاكرة المدى البعيد تمام ولما عندي في ذاكرة المدى البعيد بيبقى المعلومات بقية الأثر اللي أنا تعلمته بقدر استخدمه لكن ذاكرة المدى القصير خلص دخلت جبت فيها مجموع والمجموع دا ممكن على فكرة أيام حريكو أيامي ما كانش فيها ما كانش فيها علم علوم وعلم لا كنا هدبي وعلمي هدبي وعلمي طب أنا اللي أجبت المجموع أخش هندسة ولا أخش صيدلة ولا أخش طب أيوه كان فيه أسر تقولك لا ما تخشش هندسة خش طب خسارة مجموعة خسارة مجموعة وناس تانية تقول لا 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 ما تخشش طب خش صيدلة عشان دي هتكسب منها طب فين الطموح طالب أو مش قدراته الحاجة اللي هو حبيبها فين؟ طيب بوعبوع السنوية العامة بيكلف المصريين مبالغ طائلة في الدروس تمام والدروس نوعين خليني أو الأهالي اللي بتدي أولادها دروس نوعين برضو أطرح أساط حضرتك السورتين فيه أهالي بتقول لا ابني يعني نص نص في المادة دي والمادة دي والمادة دي فأنا حديله دروس في ثلاث مواد اللي هو نص نص فيه اللي هو كويس مش هديله وفيه أهالي بتقول لا أنا هديله في كل المواد رغم أنه شاطر جدا ربما الدرس يفرق مع واحد في المية فالواحد في المية يفرق في الكلية فالكلية تفرق في المستعبل ما عدش هلوم نفسي طول عمري إني ضيعت الواحد في المية ده وفيه أهالي بتقول ما بيرحوش المدارس حتى لو المدارس فيها فصول ومدرسين ولا لأ بس بقى فيه مناخ عام إن السنوية العامة هي الدروس تقول وطبعا كل ده بفلوس كتيرة قوي بقى كل شهر وحصص المراجعة حضرتك أستاذنا يعني تقول إيه بقى للناس دي كلها يعملوا إيه؟ أقول لهم حرام عليكم اللي أنت بتعمله في أولادكم ليه بقى؟ لأن العلم أو المقرر واحد لما نمسك ظاهرة الدروس الخصوصية فيه مدرس مكلف في المدرسة بيدرس بطريقة ما لما بروح الدرس الخصوصي نفس المعلومات بتدرس بطريقة أخرى فهنا بيحصل تشتط للطالب ومطرب إن بيعمل واجب هنا وبيعمل واجب هنا فبيبطلوا يروحوا المدارس بيبطلوا وبعدين ييجي بعد كده قد يكون المدارس بتاع الدروس الخصوصية ده مش ملم بالنمط الامتحانات صح الشخص المؤهل اللي الوزارة معينها في المدرسة ممكن بيبقى حتى لو ما بيحضرش دورات لكن فيه لقاءات فيه يعني مثلا الوزارة عاملة قناة مدرستنا طب مقنات مدرستنا دي فيها الأساسيات اللي الوزارة عايزاها الأساسيات اللي مطلوبة إن الطالب يتعلمها إحنا إحنا ليه بنسيب الحاجات دي كلها ونالجأ للدروس الخصوصية؟ بيخافوا يحسوا بالزنب ويقولك ده يعني الواد تقولهم إيه؟ هقولهم إن لازم يكون في حوار والحوار ده يكون مع الأسرة يمكن فخامة الرئيس بينادي بالحوار الوطني أنا عايز أنزل بيها المستوى تحت شوية أخذ الحوار الأسري الحوار المدرسي يبقى فيه حوار بين الطفل أو المتعلم أو الطالب والأستاذ في المدرسة أو الأخصائي الاجتماعي فيه حوار بيتقسم كمان لمستويات يبقى ممكن فيه حوار بين الإخوات وبعضها بعض فيه حوار بين الإخوات والأم وبعدين الحوار الكبير بينهم العائلة كلهم مع الأب ولازم يبقاش فيه كده علشان يبقى فيه طاقة تخرج علشان الطالب ده يقدر ياخد أبني شخصيته ويطلع بشخصية كويسة ويقدر أتناقش معاه ربما على الفترة أنا لازم أطلع فاصل بس أنا هفكر نفسي بالكلام اللي حضرتك قلته لازم يبقى فيه حوار عشان أبني الطالب وأخد أحسن ما فيه هنكمل حوارنا مع الدكتور إيهاب حمزة بعد الفاصل مازلنا مع حضراتكم وبوعبوع السنوية العامة وظيفنا اللي مشرفنا الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية جامعة حلوات دكتور إيهاب كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحوار المفترض أو اللي حضرتك بتطالب بيه بين الأسرة وبين ابنها وبين الإخوات وبين المدرسة اللي هو حوار اكتشاف القدرات تمام أو اكتشاف الملكات عشان أحطه في حتة ما بقاش علاقتي بيه أني بضغط عليه بعض الأهالي مع حب يعني لكل الأهالي من الحب ما قتل بتفضل تضغط على عيالها في السنوية العامة وما قبلها لغاية ما يقرهوا التعليم أصلا تمام رأي حضرتك إيه ومطلوب من الأهالي دي تعمل إيه مطلوب من الأهالي من دي وان من أول يوم نبتين نشوف لو هو مثلا عنده ملكة الرسم ما جيش أقول له بلاش ضيع وقتك شوفك كلمة أنت بتضيع وقتك في كلام فارغ ليه بيضيع وقته في كلام فارغ مش احنا بنتكلم على الفروق الفردية هو ربنا خلقنا كلنا زي بعضنا في فروق فردية بيبقوا حايفين عليهم يا دكتور خليني أنا ألعب بمحامي الشيطان وأقولك بيبقوا شايفين أن ده هيتلف أمل الوات تعبير لطيف أو المصري يتلف أمل الوات مع أنه ده مش حقيقي ليه ما نقولش أنه هو بيهزب أخلاقه بيهزب أخلاقه ليه ما نقولش أن الفن أو حتى لو لعب الكورة أو الرسمة أو الموسيقى أو حاجات دي كلها بتشجع على التحصيل وتشجع بتطلع على الكابتل الجواء ما ليه يعني إيه بالنمي لهوايات هو الهوايات عندنا أنها طب وهندسة أننا أعود أحل مسألة حساب أو رياضة أو أننا أعود أذاكر كيميا أو أننا أعود إطلاق ماش هو ده السبب؟ الكليات القمة أو المجميع الكبيرة مش معناها أن الولد ده أو البنت دي خدت يعني الوسام اللي حتفضل ماشي بيه طول حياة ممكن حد ما يبقاش جاب مجموع أو جاب مجموع أقل ويبقى شاطر في حاجة يتفوق ويتميز فيها العمر كله بقى كلامي صح كده؟ طبعا طبعا لأن المفروض أن أنا لما بختار حاجة ده خالي حالك لو بتقري قصة والقصة عجباكي وعينك بتقفل عايزة تناني مش هتناني عشان حريكي مختراها بمزاجك وعايزة تعرفي حيحصل إيه لكن لو قصة دي على سبيل المثال يعني مطلوبة منك في المدى سوح تأميل عنها يبحث بكرة بقى بكرة أكمل أنا مش حباها مش حباها بس مفروضة علي لما كون حاجة مش مفروضة علي حشد في عيني وحبقى مش عايزة نام عشان أنا تقالي لو أذبنا بقى المذاكرة بالمنظر ده إن أنا بقت مذاكرة بالنسبالي بذاكرة حاجة أنا بحبها حاجة عايزة أمشي فيها حيبدل التحصيل باقي الأثر عندي ويبقى ساعتها أنا بابني شخصية حتفيد الدولة بعدين دكتور لما كنت أعتقد في قولة ابتدائي كان فيه بيدر أو تاني ابتدائي كانوا بيدرسوا لنا بطولة جول جمال أنا بحكي قصة من أيام فحت البحر النهارده الطلبة بتتعامل مع التعليم باعتباره وسيلة أمتحن وانسى إمتى نخليهم يحبوا اللي بيدرسوه يبقى تراكم معرفي مش وسيلة امتحان هي مش وسيلة امتحان هم بيتبقى وجهة اجتماعية أنا بتعلم مش عشان أنا أعرف أقرأ ولا أكتب حتى دايما فيه مصطلح أنز علم منه جدا يقول لك إيه خد الشهادة بس تتجوز بها وبعدين اعمل اللي انت عايزه لا لا انت بتاخد الشهادة عشان تبقى ليه كيان في المجتمع علشان العلم اللي انت درسته ده ان احنا بنقعد ندرس ما يقرب من حوالي 15 سنة او 12 سنة في التعليم ونخش عليه مربع 16 سنة يبقى كل ده عشان أخد شهادة أتجوز بها وخلاص يعني شوفي المساميات اللي بتقاديرها في الأسرة خد لك الشهادة بس عشان تبقى كده تتجوز بها وبعدين اعمل اللي انت عايزه وامل اللي انت عايزه حتى لو بعيد عن دراسته وكأنه لا يكلف الدولة في مكانه في الجامعة ولا يكلف أسرته فلوس الدروس والمدرسة يعني كأنه كل ده بيترمي علشان ما حصلتش حوار في الأول وشفنا هو هويته ايه ما اكتشفناش قدراته ما اكتشفناش قدراته دكتور حضرتك في الفصل قلتلي انه الأهالي وضربتلي مثلا بحكاية أم ممكن تاخد ابنها وتطلع بيه للسماء وممكن تاخد ابنها وتضيعه او ما تشجعوش حكيتلي قصة شهيرة تحولت فيها الأم لمحفز على النجاح ده قصتين واحدة خاصة بالأم والتانية خاصة بمدرسة المدرسة طب نبدأ بالأم الأم أرجوكو الأمهات اللي معانا يسمعونا كويس لأنه زي ما بينقول من الحب ما قتل مش عايزين نبقى تدبا لقتلت حبيبها عايزين نتصرف بطريقة مختلفة أيوة يا دكتور الأم ده في حوار زي ما قلت لحضرتك حوار مباشر وحوار غير مباشر الحوار ده كان غير مباشر إن المدرسة بعتت للأم ودي قصة شهيرة البعض كله أراها على الفيسبوك إن الولد فاشل وما ينفعش يجي المدرسة ومن فضلك ما تجيبهوش المدرسة فلما قررت القصة الجواب ده الخطاب ده خبته خبته يعني ما جابتش الولد لا 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 فهوما لما بيقول لها بتقول له تاني بكرة احنا مش هنروح المدرسة فقال لها ليه قالت له عشان المدرسة بعاتتلي جواب بتقول إن المدرسة مستوها ضعيف بالنسبة لك أوكي فأنت مستوى قوي في العلم علشان أعلى من زميلة أعلى من زميلة فإحنا بالمدرسة قلت لي أجيب لك مدرسين في البيت علشان ما تضيعش مستوك وفضلت مشي مع هذا الطفل لغاية لما توفت لقى الجواب ده وأراه بس كان هو مين بقى سعيتها ها هو مين توماس أديسن توماس أديسن مخترع الكهرباء ودلوها حوالي 1903 اختراع ماذا لو الأم كانت جابته عن نفته وقالت له المدرسة إيطلك كذا ويلا أنا حوديك تشتغل مش هارف كذا أنا هاخد من القصة دي أمرين الأمر الأول إن المدرسة ممكن تبقى مخطئة في تقييم القدرات قد يكون يعني ربما الطفل حالته النفسية مش مظبوطة ربما عنده التراب مؤقت ربما فالحكم عليه زي ما حصل في القصة المروية حكمه مش صحيح وخلي بالحرك كمان الغلطة اللي ممكن تحصل في المدرسة هي تعنيف الطفل أمام أقرانه حتى لما حضرت تيجي مثلا تاخدي ابنك أو بنتك وتروح يتزوري حد من قريبك كسر حاجة أو عمل حاجة من هذا القبيل هو على فكرة لو لاحزتي أو يعني يمكن احنا على شامف التربية بنلاح شوية لو لاحزتي وشه حيلاقي ان لو واقف قدامه مجموعة من نفس سنه ولا تخلته ولا دعمته وكلام ده كله حيتأثر وحيتكسر ويمكن يعني لكن لو حريك قاعدة مع صاحبتك ومعندهش عيال صغيرة وكلام ده كله مش هتفرق بقى من نفس اليني هو حيبص ان هو اتهان في نفس الجيل هو متوقع تعنيف أمام زميله الوسط بتاعه اللي يفرق معه الوسط بتاعه بالزبط لكن مفروم ما تعنيفش خالص القصة التانية بقى بتاعة المدرسة لان المدرسة في المرحلة بتاعة رياض لأطفال او لغاية يمكن تلتة او ربعة تدايق بتبقى مدرسة فصل يعني بقى المدرسة الوحدة ايو بتدرس كل المواد فلاقت ان طفل وحش وبيجي بهد الهدوم وكلام ده كله برضو معنفتش يعني هي قاعدت كده اتدايقت وبعدين بدأت في اخر السنة برضو مكتوب على الفيس بوك القصص دي بس احنا لما بنقرأ الحاجات دي جالت نتعلم منها فلما قاعدت تبص الدرجات بتاعته لانه كان بيطلع الاول لغاية سنة تالتة ابتدائي وبعد كده بدأت درجاته تتدعو تتدعو لغاية تدعو فلما قاعدت سألت عرفت ان الولد ده لغاية سنة تالتة ابتدائي والدته توفت بالسرطان وما كانش حد بيهتم بيه فاهتم بدأت تهتم بيه فلما حب ان هو يعني يردلها الجميل ده ما عندوش فلوس فجاب لها زاست البرفيم النقصة بتاعت مامته وورقة ملفوفة ايه كلام وكلام ده فحطت منها كان رده قال لها ايه قال لها انت فيك ريحة ماما احتضنته بدأ الولد يرجع تاني ورجع الاول وكلام ده كله وبعد ما مرت السنين بعت لها علشان يعزمها على الفرح بتاعه وطلع ان هو بقى اشهر طبيب سرطان في امريكا دكتور ايهاب بنقول لولادنا ساعات انتم محتاجين تكتسبوا قدرات ومهارات بصرف النظر عن المناهج والسنوية العامة علشان تبقوا جاهزين للتعلم وجاهزين لسوق العمل ننصحهم بايه حلوة او كلمة التعلم دي لان التعلم ده معناها ان هو كم المعلومات اللي حيبقى بقي القثر معي والتعلم ده بيجي من عملية التعليم لازم يبقى عندي تعليم عشان في النهاية يحصل عندي تعلم اقوله من الاول لازم يبقى فيه حوار مع الاسرة على الآن اختار صح اختار المجال اللي انت بتذكر فيه قسم جدولك من الاول بحيث انك انت ما تخليش الحاجة تترقم عليك يمكن اللي بتعمله الوزارات دلوقتي من ايام دكتور طارق شوقي ومكمل صديق العزيز السيد الدكتور ده حجازي عزيز التعلم ان احنا بدأنا نخش فيه التعليم الالكتروني لان التعليم الالكتروني اللي الناس خايفة منه ده بيخاطب حواس كتير فبيخلي كل مخاطب اكتر من حاسة بيبقى عندي حصيلة حصيلة ان انا ابقى شاطر ويقربني من المدرسة اكتر لان لو انا شاطر هحب المدرسة لو انا مش شاطر مش هحب المدرسة حال التعليم الالكتروني مجرد مجرى لما يحدث في دول كثيرة من فكرة انهم بيعملوا تعليم الالكتروني ولا محاولة للاستفادة من جزاب من انجزاب الاطفال للوسائط الالكتروني يعني حفيدي ماسك جهاز بيشتغل عليه طب لو بيدرس عليه ما اكيد هتبقى علاقته بالدراسة مختلفة عن الكتاب او غيره اني فكرة اللي اشتغلت لا التعليم الالكتروني دي سياسة العالم سياسة العالم العالم فلما جت جائحة كورونا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جاب لنا جائحة كورونا خلانا يعني دخلنا في مجال يمكن ما كناش هنخشه غير بالاجبار بالمنظر ده ربا ضرتنا فعلا ودي خلت كمان في فرصة لان اللي حب يجي من بره يتعلم عندنا لان عندنا مثلا برنامج للغة العربية للنطيقينة بغيرها ايه او احنا نسافر نتعلم بره ما يبقاش فيه اختلاف في السياسة التعليم تبقى شهاداتنا معتمدة وفي نفس الوقت انا بفتح الباب قدام بناء شخصية هقول لحادثك ليه لان في التعليم الالكتروني لو انا بقدم بتعليم الالكتروني ده متاح عندي طول الوقت ممكن اعمله بطريقة خطية ان امشي خطوة بعد خطوة ممكن فيه طريقتين للتفريع طريقة علشان الطالب ده او الطفلة والتلميس ده مش قادر يفهم المعلومة دي فعرفة زي حريك زي القط ايه انقله على الخط الجانبي علشان ياخد معلومات هفتح له مجال ورجعه تاني ورجعه تاني الناحية الشمال بقى بتقابل الايه اللي عايزين تعليم اكتر ايه الاسراء فده انا ماشي اللي عايز يمشي فدت له هنا خيارات بنت الشخصية ايه زي مثلا ما يبقى قاعد في الفصل والمدرسة ماشي يبقى قاعد واحد بيمشي على دول ودول بيمل وينام بيمل وينام وبعدين في نفس الوقت كمان التعليم الالكتروني في ميزة وهي ايه حريك احدا من خاطب العقل في طريقة التعليم لما تيجي حريك تسألي سؤال وتكون المدرسة او المدرسة مسحوا اتخذة ايه الصورة الزهنية اللي حريك عايز تسألي عليها مشيت لكن لما يبقى عندي الحاجات موجودة على التاب او على الموبايل حتى او على القدم حرجع فحرق المعلومة او هتفكرني بالسؤال تخيل لي حريك بقى في حاجات بتبقى في الواقع بتحصل بس احنا مناخدش بنا منها لما تيجي حريك وتسألي او عايزة تفتحي التاب او الموبايل وتسألي سؤال وانسي تيه الصورة الزهنية اللي موجودة دي هتفكرك بالسؤال حضرتك لما تبقى ماشية في البيت حضرتك لما تبقى ماشية في البيت ورايحة تعملي حاجة معينة ومشيت النص اللي كان كده وانسيتي لما ترجعي القوضة اللي حريك قتي فيها هتفتيتي تسترجعي حضرتك وتراحي فين وتعملي دكتور إهاب احنا لأسف وقتنا بيقرى بيخلاص عايزة من حضرتك اكتر من يعني هاسأل حضرتك اكتر من سؤال وعايزة ايجابات تليغرافية كده حاسمة اولا الحوار الوطني والتعليم تمام شايف ايه اهم حاجة حضرتك تتمنى انهم يبقوا مركزين عليها في هذه القضية الحوار الوطني لازم او الحوار لو هناخده كان تعليمي لازم يبقى نبدأه من دلوقتي لان التعليم مرتبط باربع اشياء معلم ومتعلم ومقرر ووسيلة بتعلم من خلالها ايه دول مكونات التعليم او العملية التعليمية ايه فلازم يحصل فيه حوار علشان نقدر نشوف ايه اللي مطلوب من المعلم ايه اللي مطلوب من المتعلم المقرر ويبقى فيه حوار والحوار ده فنطلع بمخرجات تغير الامور تغير او نعرف المشكلة فين عشان نقدر نحلها ما احنا لو معرفتنا لو عندنا مشكلة ومعرفناش اساس المشكلة ايه مش عرف نطلع حلول ده لنضع حلول خاطئة لان عندنا تقييم خاطئ بالزرق طيب بتقول ايه لطلاب السنوية العامة الان اللي امتحانهم يوم 12 يونيو وتقول ايه لأهاليهم اقول لأهالي هدوا التون بتاع الزيائق شوية افتحوا حوار اعودوا مع ولادكوا اعملوا جداول لتقسيم الوقت بطريقة معينة مش هنبص لللي فات ان خلاص حتى لو واحد ماشي معامل جداول وماشي في طريقه اشجعه لكن واحد مذاكرش خلاص الوقت فات لا نفعش ادمره كمان احاول استفيد بالشهر ده بالضبط ابتدي اعمل معاه جداول ابتدي اقول له معلش احنا دلوقتي حنبتدي نقسمه لسه قدامنا وقت طويل وهيقلو الجو مش لازم اعمل خروجات قوي دلوقتي ومش لازم يحد جينا زيارات في البيت هيقلو الجو بطريقة لطيفة ابعد عن الوجبات السريعة يبقى فيه اكل صحي في البيت ينام في وقت معين اشجعه ان لو فيه حاجات على قنوات الوزارة يخلو انزلها لو فيه مراجعة في المدرسة احنا فيه دلوقتي مراجعات بتتعامل في المدارس ومجموعات من اسات ذا الوزارة قد اتهم مشافة ان هما كف قد يكون هما ليه اسيب دول وارروح السنتر برا وتقول ايه للتلميس بقى اللي هو قالوله على فكرة ده مستقبلك وحياتك وحياة اولادك وكل حاجة في الدنيا وقفة على الامتحاد تقوله ايه هقوله انت ابدأ بالحوار اقناعهم باللجواك لو انت قدت تقناعهم باللجواك وحتحس انك انت بنات الشخصية وحتقدر تذاكر لان هو طول ما هو بيذاكر وحاسس ان هو خايف من بواما ممت لحسنا هيبقى بيعمل كذا هيبضل طول عمره ما فيش تحصيل دكتور ايهاب حضرتك نورتنا وللأسف زي ما دايما بقول الوقت الجميل بيخلص بسرعة جميل بحضرتك حضرتك شرفنا بحضرتك جدا وانا حاخد من كلام قد دكتور ايهاب واقوله طلاب السنوية العامة فكر واهدى وراجع ونظم جدولك ولسه قصادك شهر والاهالي اهدو ابدأ ومتقلقش ومتقلقش ساعتب بين متابعتكم ووقتنا خلص ونشوفكم ان شاء الله اسبوع الجاية على خير وحلقة جديدة وافتح باب قلبك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة